بهذا المتنزه المسمى أمغاس واحد بمدينة آزرو وسط جبال الأطلس المتوسط اعتاد الأمين مصطفى استياض السمك منذ نحو ثلاثة عقود بمهارة يترصد حركة سمك التروط الأكثر انتشاراً في المنطقة قبل أن يوقعها بسنارته كل شيء فرحان كل شيء كيصيد وهذه هواية كنديروها من زمان والعدد دير الصيادة كي تزايد سنة بعد أخرى وعملت مندوبية المياه والغابات في المغرب على الرفع من إنتاج الأسماك وخلق نحو خمسة عشر ألف فرصة عمل إضافية في مجال تربية الأسماك خلال الست سنوات المقبلة بحيرة المدينة تشهد عملية دورية لإضافة الأسماك تشرف عليها وحدات متخصصة تابعة لإدارة المياه والغابات المغرب يتوفر على سدود على بحيرات طبيعية على مجال المياه وعليه كان من الواجب أننا نقوم بتنمية هذه الموارد خاصة عبر استزراع الأسماك والقيام بعمليات الصيد بالمياه القارية أولا لضمان الأمن الغدائي بالنسبة للعالم القاروي لأن هذه المواد تشكل مصدر مهم جدا بالنسبة للتغذية في المركز الوطني لتربية الأحياء المائية في آزرو يتم تفريخ بيض السمك بمختبرات بيولوجية متخصصة ويعتبر المركز الوحيد المتخصص في أفريقيا بتربية الأسماك في المياه العذبة كما يعمد إلى تربية أنواع نادرة من الأسماك وأخرى يتم جلبها من خارج المغرب هذا المحطة إلى جديد المحطة ديرواء يقوم بإنتاج حوالي هذه السنة حوالي 22 مليون من صغار الأسماك والتي كانت تفوق إلى الوصول إلى 30 مليون من صغار الأسماك في أفوق 2014 ولا تغادر فراخ الأسماك يحواض التفريخ إلى بعد شهرين تخضع خلالها لمتابعة تقنية وتتبع يومي قبل أن يتم نقلها إلى محطة رأس الماء المتخصصة في تكبير الأسماك من أجل الإطعام والتكبير قبل أن تصبح جاهزة للاستهلاك وتسعى الإدارة الوصية على المحطة إلى الرفع من إنتاج الأسماك إلى نحو 50 ألف طن سنويا بحدود العام 2024 بشكل يستجيب لحاجيات المنطقة الغدائية أبت سمد جتويس كينوز عربية من مدينة آزرو بقلب جبال الأطلس المتوسط